بس بالمناسبة على ذكر محمد صلاح يعني نجمينة المتقلق في الخارج طبعا محمد صلاح مبارح كان فايق وريق وكان متقلق جدا في مباراة في منتهى الروعة وقوة بين ليفر بول وبين شلسي طبعا انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي محمد صلاح استطاع أن يسجل هدف رائع في ديئة 26 بعد مصلت لكورة على الجابها اليمنى بعد تمريرة من أرنلد ليراوغ الملك المصري كعادته ويسدد بمتقى قوة هدف في الزاوية الدايئة لحيرس مارما شلسي جون عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى والحقيقة مبارح محمد صلاح يعني كان كالعادة مطار إعجاب كل الناس اللي كانوا حاضرين المباراة مبارح الفرقتين كانوا فايقين أوي نهواند كان ماتش قوي كان ماتش قوي ومحمد صلاح فعلا كان متقلق جدا والمعلق أصلا يعني تحس أن انت لو فوتت ثانية بترجع تبص غصب عنك لا بس فعلا كانت كان مباراة أو كانت مباراة قوية جدا وخلينا بقى نتكلم تاني نرجع بلغة الأرقام بالهدف ده محمد صلاح كده أصبح يعني خلاص الهدف التاريخي لفريق ليفر بول في الدوري الإنجليزي بعد ما ساهم نتكلم في 14 هدف سجل 9 هدف صنع 5 وتجاوز كده رصيد صلاح يعني النجم السابق لو هنتكلم بقى اللي سبقوا جيرار طبعا اللي سجل 13 كان هدف من ناحية كمان تانية ولو هنخش بقى تفاصيل أكتر ولغة أرقام ترتيب بهدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية المباراة كان طبعا في المركز الأول محمد صلاح 16 هدف بعد كده دياجو جوتا كان 10 أهداف جيمي فاردي كان 9 أهداف وساديو ماني برضو 8 أهداف وفي المؤخرة عشان برضو الناس تبقى عارفة حين نتكلم كريستيانو رونالدو 8 أهداف فيعني أكيد فيه فرق كبير جدا برضو فيه الأرقام فعلى كل حال احنا بنقول محمد صلاح مبروك مرة تانية حاجة مشارفة جدا ولسه عتاقل لسه المسيرة مستمرة يعني احنا بجد محمد صلاح ما بيعجس انه هو يقدم لنا حاجة كل يوم يعني كل مباراة لازم بيقدم لك جديد مبهر لا صح هو مبهر بكل ما تحمله الكلمة من معنى